مرحب بحضراتكم مرة تانية والاسم نورني كابتن أحمد عبد الفتاح ونتكلم فنين بقى على مباراة سيمبا بكرة عايزة اسألك على التشكيل المتوقع من وجهة نظرك أو لو انت مكان خلينا لو انت مكان مسماني هتلعب ازاي التشكيل بتاع بكرة طبعا هو برضو عنده مشاكل شوية في الغيابات اذا كان معلول اذا كان مثلا بيفكر احسين الشحات مرضو بس التشكيل المتوقع فيه طبعا الشنوي محمد هاني ياسر ابراهيم بدر بنون ناحية الشمال بقى هتكون بقى فيه بقى فكرة بين ايمن اشرف وجهزيته ايه ومحمود وحيد ايا كان يعني وجودهم مستر مسلماني بقى يشوف الافضلية المين نص الملعب الاقرب الو ديانج والسولاية قدامهم افشة بيلعب ثلاثة قدام ناحية اليمين اجاية اللي هو اجاد في المباراة الاولية كجناح واجاية مش من مش من على طول ان هو بيلعب في المكان ده ووتر بوليا كمهاجم وناحية الشمال الكهرباء يعني برضو مش هتنزل محمد شريف عما لو اقولك في الفوصل نزل محمد شريف ما انا انا لو انا وجهة نظر انا يعني خلاص ووتر بوليا كان بعيد عن الاهداف بدأ يجيب خلاص خد السقة خلاص معا دلوقتي خلاص تديله تاني بقى أو تالت خلاص خد خد السقة طبعا كان مهم جدا احنا معنا يمكن دلوقتي بنعرض التشكيل المتوقع انه ممكن يلعب به بنسبة كبيرة موسيماني في مباراة بكرة مع بعض التغييرات يعني. ممكن حمدي فتحي مثلا يخش وكان هو طرف مكان ديانج. وجهة نظر. هيشوف بكرة ممكن يغير الطريقة خلاص ولعب ثلاث دفندرات. ديانج وحمدي فتحي والسولية. ويتنازل عن أفشة في المباراة. وجهة نظر وكل احتياجاته هو ايه. بس أنا شايف أن أفشة دوره مهمة جدا صعب أي مدير فني يستغنى عنه الفترة دي.